إذن لا أعطي أترك الكلمة لأستاذ رياض السيجاوي في مداخلاتي حول ثورات الربيع العربي وديناميكية الداخل والتدخل الخارجي المحاربة اليوم هي تحكي ستروحة أساسية ليه وهو أدن الربيع العربي طبعاً دعوه بين الدخل والتدخل الخارجي هل هو ديناميكية الداخلية المطلقة لتدخل الخارج أي كل ما حدث في الدول العربية هو نتيجة ديناميكية لحراك الداخلي أم تتحول خارجي مكشوف ممتوح قوي جداً أو الاثنين مع بعض سترونة وقتورة منهجية سنتحدث عن الاثنين لكن لنؤكد أيضاً عن التأليف التأليف أنه عن الرغم ما يحدث الآن في الدول العربية هو في الألم نفسه ديناميكية الداخلية حقيق لأنه عندما نستشهد الماء أو المنصار سرعاً لا يفعل ذلك يصبح أمريكين أو سيارة وعطتهم أمر حتى يتدخل ويفعل ماء لا في الدناميكية داخلية حقيقه لكن في نفس الوقت هذا الوطن العربي الممتنى بالغاز والفكتور والخضع للمجال الحيوي للغرب منذ قنون من الزمال ومنذ نيارة أو بداية نيارة المطلقة العربي هذا المجال لا يمكن أن يترك لمصيراً لا يمكن أن يترك للدناميكية الداخلية تفعل فعلها دون تدخل خارجي ودون توجه خارجي هذه هي المهجب أصحى التعليف الأساسي للمحاضرة سيكون الجزء الأول حول الدناميكية الداخلية الدناميكية الدماغفية الدناميكية التصادية الاجتماعية التقاطية العملية ثم التدخل الخارج وكيف يحدث ولماذ طبعاً المقدمة الأولى هي مقدمة فهمية نعرف من مفهوم الثورة في إشتريه لما نكون مفهوم الثورة في العلم السياسية سنختلف حسب المدارس حسب وجهة النظار حسب الوحاة حسب الأرض الجامعية أنها هي ثورة في المتعرفات الكثيرة فيها ومفهوم ليس محال مجمع مثل مثل أي مفهوم الأرهاب ومفهوم ليس محال مجمع محمد الجربوع فشير بازديرا الدرداجي بعجل وعفر محمد الدرداجي كانوا ارهابين بالنسبة لسرطة الفرنسية والصحاب الفرنسية المناظرين ومجاهدي جيش التحرير الوطني في الجزائر كانوا ارهابين لتروريس سعاب الفرنسي بالنسبة لشعور المناظرين والاجتماعي هم وطنيين هم مجاهدين هم مناظرين هذه المفاهيم الحساسة تتحدد حسب زرورية الرأي من أين نظر في ندمش نحن فيما حدث اليوم أكد رحول اختلط الحابب من المهمون تم اختلاف خاصة في سوريا خاصة في لي تدخل حفر أطلسي خاصة في العربية ثم استثمار تعلاني كبير جدا يحدث ثم غسيل الأدمرة ثم تلاعب تعلاني سياسي بما يحدث هنا سأستعين لمعرفة بعض النماذج النظرية في عام اجتماع الضورة سترون أن نتقدم لأنتقد سياسي الأمريكي وقد نستطل منهجها هي حقيقة من الضورة في العلم السياسي الأمريكي بالمقالبة مع الفرنسي مختورة جدا باعتبار أن الأمريكان مثلا في دراسات سوسيولوجية يهدفون إلى نوع من تراجماتي يؤدينا معرفة مجتمع إذا أرادوا أن يدرسوا تونس لا يدرسوها فقط في نظريات وفي المفاهيم المطلقة مثل الفرنسيس بتركيز على اللغة المجرد الصعبة لا وإنما يركزونها ويستخدمونها نماذج نظرية يتطلقونها على واقع ويستخدمونها الأحصارات وأكاد أقول هو عمل نوع من استقصاء الإعلامي السعفي مع نماذج نظري حتى بالنسبة لي تعرفون أن أوكالك وخبرات المركز الأمريكية ليست فقط ذراع للططلة والمطلال والتدخل ولا ما هي الدراسات فرحات جانعية يرتشف على تدرس دكتورات أي عمد المركز بحوظ ديميزون ديليسيون در رشق سينيمات تمول أفلا في هوليون في هذه المعركة العالمية الثقافية إذا أدخل إلى جواه الموضوع ويبدأ بالجزء الأول هو الديناميكية الداخلي أحد العوامل الأساسية التي تفسر ما حدث في الدول العربية هو من يسميه الانفجار ديموغرافي الانفجار سوكين حدثت الانفجار سوكين من مستقلال دول العربية فحريبة نسبة النموذ ديموغرافي الدول العربية الأكثر عالميا طبعا إذا موجودت في دول الأفريقية لكن من المقارن مع دول الأوروبية والأسياوية لأننا جدوها الأكثر عالميا دولة لدى السعودية مثلا بدأت الستينات 27 مليون لمعنى انفجار سوكين هذا الانفجار السوكين لم يواكبه طبعا التطور في تنمية الثاوة في ترقم الثاوة كانت تزايف السوكين أكثر من تنمية الثاوة زد على ذلك حدث أيضا نسميه تغييف المدن حدث المزوح الكبير من الريف إلى المدينة باعتبار أنه العنظمة هذه الجميلة لم تهتم بالفلاحين والفلاحة فحدث ترتدي في البطر وهي كانت مغادة في مصر في تورس حيث تضامن من النازحين هو الذي تحمل أكثر ما يمكن من هذا الضرق ومن هذا القمع المعشي الديناميكية الاتصادية هي عن طريق تفاقب البطارة تزايدت البطارة بشكل كبير كما قلنا ومن تواكب من الفجار الديمغرافي بعد البطارة السعودية إذا حسبنا عدد النساء عاطلة عامل 50% لأنه يتحدث عن 20% يشعر 20% لأنه يشتبع عاطل عن العمل المتوسط حدث انهيار كبير لطبق المتوسط الألوال يقول التقاعد اليوم 5155 دينار كان 70 دينار متر أرض 20 من كيل اليوم متر أرض 100 دينار 150 دينار راتب في تونس في سويسرا على سبيل المثال الفرق بير راتب الأستاذ الجاني وراتب رئيس الدولة رئيس الدولة يأخذ 20 ألف فرائق سويسس الأستاذ الجاني يأخذ 15 ألف فرائق سويسس فرائق سويسس وراتب سبيل المثال مع الرئيس الدولة في تونس يأخذ 20 ألف دينار شهرية فرائق سويسس راتب الشرطي في سويسرا يدخل راتب رئيس الدولة هناك تجمع من الشرطي حتى يدخل راتب رئيس الدولة إذن هذا انهيار من القدرة الشرعية لتبقى المتوسطة اعتبار أن هذا هو مع مضاعمة جديدة من البضاعة الاستفزازية التي تدخل وتدخل وترى في الضيارة نقرل آيفون 5 في 1700 دينار أغلبية الشعر التوميسية لا يستطيع لماذا تدخل آيفون 5 1700 دينار لكن سيأخذها 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 التوتر اجتماعي كبير سيأخذها إلى أن يحدث الإنفجار عندما يأخذ هذه البضاعة الاستفزازية ثم البضاعة تستفز 95% من المجتمع تستفز لأن معروضة بالتعمل الاستفزازي يحدث محاولة مصورية فلا يحصل لها هذا الشرق لذلك هذه الدكتورية الأقتصادية وتركمات عدد الدكتورية فقط أي علامية دائما الدكتورية دائما يحتكى مطلق لإعلام وخاصة علامة الفيزيون تبزل صحيح على التبزل لاحظة يتدافل الأجلسة تصيحر على تلفزيون باعتبار أن هذا يسمع رقم لكن حدثت التطولة 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 هي وسائل الاتصاد على سبيل المثال فيس بوك لا أعرف لماذا في الخليج نستخدم كثيراً تويتر مشهور جداً في المغرب العرب أصبح وسيلة إعلام خاصة للمواطن وصفة احتجاج ضد الدواء المواطن ينزل المواطن ينزل وينزلها في الفيسبوك وبعد لأن المظاهرة أو عملية التطول كتبات في السيالان في الورميوز وفي الجزيرة وفي غيرها هذا المواطن حتى لا احتجاج الدولة للمعلومة ومساعدة في نشر المعلومة بشكل ميكانياتي معناها فيسبوك أمريكي كل ما يكتب هو عند السيارة وتمسخ وتمسخ هم يحتفظون بذلك دولة التصليم مثلاً اليهارات الأول القول لم نعرف فيسبوك شكراً لكم